السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير رمضان مبارك عليكم حلقتنا مميزة جدا عن الكيتو في شهر رمضان المبارك هنتكلم عن فوائد التباع نظام الكيتو في رمضان وخسارة أكبر للوزن وصحة أفضل خلال الصيام هيبقى في آخر الحلقة جدول لواجبات رمضانية كيتو نية صحور وفطار 30 يوم كيتو متنوع من خلال المسمحات والممنعات قبل ما أكلمكم عن فوائد الكيتو في رمضان أول نعرف يعني إيه كيتو فعال جدا في خسارة الوزن وعليك بعض الأمراض المزمنة طيب ليه أختار نظام الكيتو عن بقية الأنظمة ببساطة إنت لو عايز تعمل دايت هيبقى قدامك 3 اختيارات يقيمة تقلل الدهون يقيمة تقلل القرب يقيمة تقلل السعرات الحرارية اللي بيحصل في نظام الكيتو إن الجسم بيعتمد على مصر طاقة تاني غير الجلوكوز اللي بيعتمد عليها بقى الأنظمة اللي بيحصل في حالة عدم إمداد الجسم بالقرب أو الجلوكوز في الطعام دا بيدخل الجسم في مرحلة الكيتوزيس ويتكون الكيتونات والكيتونات نفسها مصدر نظيف للطاقة بتخلي الجسم أكثر صحة ونشاطة أربع حاجات لو عملتهم هينجح معاك نظام الكيتو جدا أول حاجة إن الجسم يدخل في حالة الكيتوزيس كمان إن انت تعمل سيوم متقطع مع الكيتو نشرب كميات كبيرة من المياه ونسبط نسبة سوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوم أول حاجة عندي إزاي أخلي الجسم يدخل في الكيتوزيس عن طريق إن أنا أضبط نسب الكيتو في الأكل إن أنا أخلي الدهون من 70% لـ 75% البروتين من 20% لـ 25% ونسبة القرب من 15% يعني حوالي من 20% لـ 30 جرام يوميا ناخد كميات معتدلة من البروتين ونرفع نسبة الدهون من 70% لـ 75% لازم تكون دهون صحية مصدرها مثلا زيت الزتون زيت جوز الهند أو السمنة الحيواني الدهون هتعمل على إن هي تقلل الجوع وهتديك طاقة وهتقلل الإحساس بالتعب نتيجة قلة الكربوهايدرات ممكن نختصرها إن أنت تاخد كمية لحمة مثلا قطعتين لحم كبار وطبق السلطة وممكن تزود عليهم علاقتين زيت زيتون كده يبقى أنت خدت وجبة كيتونية صحيحة تاني حاجة تخلي الكيتو ينجح معانا هو السيام المتقطع وده يتم على خطوات في الأول إن إحنا ما ناكلش بين الوجبات ونمنع السناكس بعد كده نأخر وجبة الفطار لحد ما نقدر إن إحنا نستغنى عنها تماما ويبقى عندنا وجبتين بس في اليوم وممكن نوصل للسيام 24 ساعة إن أنا أخد وجبة واحدة يومية لكن ده ما يخلناش إن إحنا نستمر على النظام الوجبة اليومية لازم دايما ننوع ما بين 3 وجبات ووجبتين ووجبة واحدة علشان الجسم ما يخدش على نظام واحد شهر رمضان هيبقى فرصة أكبر لتطبيق الصيام نتيجة التزامنا بالإمتناع عن الطعام والشرب لحد وقت المغرب يحصل الجسم تجويع وتبتدي الخلايا تدخل في حالة من الالتهام الزاتي وبالتالي يحصل حرق للدهون أكتر شرب مياه كتير من الحاجات اللي هتساعد على نجاح الكيتو عموماً المياه كل أساس الضيت بتقلل الإحساس بالعطش نحاول نشرب كوبايتين كل ساعتين ما ننساش كمان ننم كويس لأن النوم بيحافظ على تنظيم الهرمونات في الجسم وبالتالي بيحصل حرق أكتر للدهون رابع حاجة أن أنا أضبط نسبة الأملاح زي السوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم المعادن والفيتامينات عمتاً بتحسن كفاءة الجسم وبتسهل العمليات الحيوية وهتساعد كتير في عملية حرق الدهون ممكن أخدها من الخضروات والملح الصخري أو ملح الهاملعية تقليل نسبة القرب هيخلي نسبة الإنسولين في الجسم تقل ده هينازل كميات كبيرة من المياه وهتاخد معها الأملاح والمعادن وده اللي بيعمل أعراض الكيتو في لوف الأول بالإضافة أن موجود الكيتونات نفسها في البول ده بيعمل على إضرار البول وفي نفس الوقت هيفقد معادن عشان كده ممكن أخد مكاملات غذائية في حالة أن أنا مخدش كفائتي من الملح الصخري أو الخضروات الورقية كده شرحت نظام الكيتو باختصار خلونا نعرف إيه فوائد الكيتو لو عملناه في شهر رمضان المبارك الصيام في رمضان هو الامتناء عن الطعام والشراب لساعات طويلة ممكن توصل من 12 ل 17 ساعة عشان كده أنسف فترة لفقدان الوزن أثناء حيمية الكيتو هي شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة اللي ناخدها فيه من فوائد التباعة حيمية الكيتو خلال شهر رمضان أول فايدة أن الصيام بيدخل الجسم في حالة من الالتهام الزاتي بشكل أكبر أو عملية الأوتوفاجي نتيجة للامتناء عن الطعام والشراب واللي من خلالها الجسم بيقدر يتخلص من المركبات الضارة والسامة ويعيد تدوير البروتينات غير الفعالة اللي ممكن تسبب ضرر الجسم كمان عملية الالتهام الزاتي هتفدنا مع حيمية الكيتو في خل الجسم يتأقلم على نقص السكريات والنشويات لفترات طويلة خلال اليوم تاني فايدة أن الصيام بيزود إنتاج الكيتونات والدخول في الكيتوزيس بشكل أسرع وده بيخلي الجسم يتجه إلى الدهون المخزنة ويستخدمها لإنتاج الطاقة بدلا من الكرباهيدرات وده نفس اللي بيحصل في الكيتو كمان الصيام بيخلينا نتكيف مع الكيتو بشكل أسهل ويرفع مستوى هرمون الشبع بسبب نوعية الأكل في الكيتو طبعا عشان يحصل ده لازم تكون النسب في الواجبات من 15% كرب من 20% ل25% بالروتين من 70% ل75% دهون صحية في الوقت ده الكيتو والصيام الاثنين مع بعضها يحولوا الجسم لآلة حرق للدهون المخزنة ويحصل فقدان الوزن بشكل أسرع لأن الطاقة اللي محتاجها الجسم هياخدها من الدهون وده عكس اللي بيحصل في حالة استهلاك نشويات لإنتاج الطاقة لأن استهلاك القرب بيخلينا نحس بالجوع بشكل أسرع وكمان ممكن نستهل الكمية أكل أكتر ونعدي سعراتنا اليومية والزيادة في السعرات هتتحول إلى دهون مخزنة وبالتالي هيزيد الوزن ويحصل سمنة ومقامة إنسولين ثالث فايدة أن الصيام بيخلي معددنا تصغر فبعا مش هنستهل الكميات أكل كبيرة رابع فايدة للصيام مع الكيتو أنه بيقلل من الالتهابات بالجسم وعملية الأكسادة الضرة كمان بيرفع مناعة الجسم ضد أمراض المفاصل والجهاز الهضمي والالتهابات المزمنة واجباتنا الرمضانية الكيتونية لازم تكون من المسموحات والممنوعات في الكيتو الممنوعات زي الأطعمة السكرية قلنا زي الصودع والعصائر والكوكيز والأيس كريم الحبوب النشوية زي الأمح والرز والمكارونة هنبهت كمان عن كل الفواكه معدد توت والفراولة واللمون البقليات زي الفول والعس ومن الخضروات النشوية والآس والبسلة كمان أي زيوت نباتية ممنوعة أو سمن صناعي المسموحات اللحوم بكل أنواعها معادة اللحوم المصنعة البيت طبعا معنا السمنة والزبدة الحيواني زيت جوز الهند القشطة وزيت الزتون المكسرات هيبقى معنا اللوز وعين الجمل والفول السوداني الحبوب اللي ممكن نعمل منها مخبوزات كيتو جميلة زي دقيق اللوز دقيق جوز الهند بزور الكتان بزور الشيء وبزور القرى الفاكهة زي التود والفراولة والأفكاد واللمون ممكن نعمل منها عصير جميلة جدا في رمضان الخضروات كل الخضروات الورقية مسموحة معنا السكر المسموح زي سكر أريستيبيا والإرستريتول وممكن سويتال القلبان المسموحة زي لبن جوز الهند ولبن اللوز قبل نهاية الحلقة وجد والكيتو رمضان نصيحتي لكم تتابعوا الكيتو العادي مش الكلاست هيكون في تنوع أكتر في الواجبات كمان نشرب مياه كتير بين الصحور والفطار نحفظ دايما على النسب بتاعتنا ناخد بالنا من كمية الأكل ونحسب سعراتنا بحيث ما نزودش عن سعراتنا اليومية المطلوبة ودايما عشان أفقد وزن لازم أنا أسهم 500 سعر حراري عن السعرات اليومية المحسوبة تابعوا الحلقة للآخر مع جدول 30 يوم كيتو في رمضان شامل واجبات الصحور والإفطار محسوبة السعرات الحرارية هيبقى في تنوعه في الواجبات والمشربات شكرا للمتابعة لو الحلقة مفيدة لكم لايك للفيديو وشير لأصحابكم عشان تعمل فائدة على الجميع وما تنسوش الاشراك في القناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد دكتورة مارو إبراهيم وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر